الحقيقة منذ أشهر وحتى عند تحسن الموقف الوبائي وبدأت الإصابات تقل والوفيات أيضا تقل وذات الصحة مستمرين كأطباء وككواد الطبية وعلى رئيس السيد الوزير المحترم كنا نحذر دائما من عدم الاستهانة بالإجراءات الوقائية طبعا كثير مثل ما تلاحظون بالشوارع تقيبا نادرا ما تلقى أو شبه معدوم أنه تلقى واحد بالشارع لابس كمامة بالأسواق بالمول عادة التجمعات وأكد البيان وذات الصحة على كل التجمعات البشرية منها الدينية والسياسية والعلمية والثقافية خلال هذه الفترة بالرغم من تأكيد وذات الصحة أن هذه التجمعات ممكن تؤدي إلى انتقال الفيروس من شخص إلى شخص لأن هذه التجمعات بدون إجراءات وقائية فلذلك التحذير منذ أشهر وعنده تحسن يعني من كان الأمور كل الزينة وما زالت لحد الآن لم تذهب الفرصة لحد الآن ندعو المواطنين إلى الاتخاذ الإجراءات الوقائية يعني الحمد لله إذا أسمعتني يعني إحنا الله رزقنا بالصحة والعافية والصابات قليلة وجهود الوزارة وتعاون المواطنين بدأت تتقل الوفيات ليش نضيح هذه الفرصة؟ يعني هذا الرزق يعتبر الصحة رزق من رب العالمين إضافة إلى الجهود المبذولة فما نريد أن نبذر الرزق الذي نتمتع به ولا نضيع جهود التي بذلت فلذلك ندعو إلى الاتزام بالإجراءات الوقائية يعني سبب الذي ورد فيه البيان بسبب تهاون المواطنين فقط أم أن ذلك يتعلق بالفيروس الجديد والمتحور الذي لم نشهد أو لم نلمس حتى الآن أجهزة تكشف عن الفيروس المتحور الحمد لله بالنسبة للعراق لحد الآن يعني ضمن الإجراءات اللي متأخذتها وزارتها الصحة وهم ضمن الموقف الوبائي نقدر نقول أنه الفيروس المتحور لحد الآن ما موجود عندنا ليش لأنه لو كان يعني موجود الفيروس المتحور كان يصير زيادة كبيرة جدا لأن مثل ما تعرفون سريع الانتشار يعني باليوم الواحد قد تصل إلى خمسة وستة آلاف إصابة إضافة لأنه من تزداد الإصابات رح يصير عندنا زيادة بالوفيات لحد الآن إحنا بعدنا ولذلك إحنا دا نشدد على يعني الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يعني وجهات اللي اتخذتها وزارتها الصحة والدولة مثل ما تعرفون حرارتكم بغلق المنافذ اتخاذ إجراءات للوافدين واللي خارجين أنه الدول اللي ظهرت بها السلالة أو المتحورة يعني منع السفر إلها وغلق المنافذ الحدودية هذه كل إجراءات احتازية والحمد لله إلى حد هذه اللحظة لكن هناك ارتفاع دكتور يعني في الأيام السابقة والآن مستمر الارتفاع هذا إلى ماذا يشير ذلك؟ هل من الممكن مضرع المقاطع هل من الممكن أن هذه الزيادة وهذا الارتفاع يعني قد دخلنا بالموجة الثانية لفيروس كورونا أم ما زال الحديث مبكر أن هذا الموضوع؟ نعم الموجة الثانية متى نقول الموجة الثانية؟ عندما نصل إلى مرحلة نقول انتهت الموجة الأولى العراق مستمر يعني بالموجة الأولى ما صار صفر عندنا ولا صار إصابة صفر إنما أقلت فإحنا مستمرين بالموجة الأولى لكن زيادة أيضا لا تنسى زيادة عدد الفحصات المختبرية شيء طبيعي لما تفحص خمسمائة ألف قد يكون مثلا يطلع لنا مثلا ثلاثين أو أربعين لما تفحص مليونين أو ثلاثة راح يكون فإحنا الفحصاتنا وصلت إلى حد خمسة واربعين ألف فحص يومي فشي طبيعي أنه تزداد وبنفس الوقت ممكن تكون الانتقال للعدوى مع عدم اتخاذ جاءت الوقائية أيضا بدأ الفيروس ينتشر أكثر طيب إذا ما وصل لقاح فيروس كورونا إلى العراق فعلا وبدأت عمليات التطعيم ما مدى مساهمة هذا الموضوع بالحد من انتشار فيروس كورونا أو على الأقل تقليل عدد الإصابات شيء أكيد اللقاحات شيء مهم لكنه نحب نأكد أنه المواطنين في وقتها أيضا راح تكون حملة إعلامية قوية على الإجراءات اللي تتخذ أثناء إعطاء اللقاحات ولا يصور المواطن أنه أخذ اللقاح اليوم أخذ ويبدأ ينزع الكمام باعتباره واتلقه خليين تفون لهذه الحالة حتى نأكد عليها أنه أكو فترة يعني جرعة ثانية جرعة ثانية بعدها ما مأخذها ومكتسب المناعة كاملة وبعدها يأخذ الجرعة الثانية وبعدها 14 يوم بعد الجرعة الثانية يعني مدة شهر إذا هو تلقح خليكون مثل ما نقول ملتزم الجرعة اللقائية زين بعد ما أخذ اللقاح هيش يعوف الكمامة لا إذا أيضا يلتزم ليش لأنه ممكن يعني إذا هو ما ينصاب قد يكون غيره يصاب طيب يعني الكثير من حديث للطباء يقول بأنه وذكرت أيضا حضرتك بأن أخذ اللقاح ليس معناه المناعة الكاملة ضد الفيروس طيب ما هي فوائد اللقاح أصلا الحقيقة لأنه فيروس جديد إحنا عدنا معلومات على مثلا اللقاح الفلونزا كان يعطي تقريبا تسعة أشهر إلى سنة قد تصل إلى سنة وقليل هذه نتيجة خبرات سنين متراكمة يعني هذا لأنه لقاح جديد وليس اليوم آني لما أتلقح يلا أشوف إشقذ أنه أصاب مرة ثانية فالعلماء يقدرون تقيبا ستة أشهر قسم تسعة أشهر بعدنا ما واصلا يعني اللقاحون بالتجارب السريرية مثلا بالشهر السابع لازم يجي الشهر السابع إذا ما تلقح أو نقول سنة يعني إذا ما أصيبوا وهكذا يراد أنه سنة سنتين إلى أن نعرف قد يكون أقل قد يكون أقل من السنة وقد يكون يعطي السنتين أو ثلاثة وهذا لأنه اللقاح جديد ولازم أن نراقب ونبقى حتى اللي راح يأخذون اللقاح راح تنظم إليهم فايلات ويتم متابعتهم من فرق طبية خاصة بوزارة الصحة والبيئة